السلام عليكم اليوم لدي عدة كروت للتصليح لكن سأبدأ بهذه اللوحة وهي البيس 760 من آزيس التي يوجد بها مشكل غريب وهو أن كارت الشاشة لا تعمل في سلوت الأول خاص بالPCIe وحسب صاحب اللوحة فالمشكلة قد تكون من الصوكت بسبب إعجاج كثير من البينات فيها لكن من الواضح أن الجزء السفلي لا يوجد فيه أي ضرر وهو الخاص بالPCIe لهذا فالغالف المشكلة لن تكون من الصوكت لكن بما أن الحالة الخاصة بها سيئة قررت أن أغيرها على كل حد وبعدها نزع الصوكت نظفت اللحام القديم وبعدها قمت بتركيب واحدة جديدة وبعد الانتهاء فحصت سلوت الرامات كي أتأكد أن كل مسارات الخاصة بها متصلة بشكل جيد وبعدها جربت اللوحة لكن للأسف بقي نفس المشكلة الأول فكنت بفحوصات كثيرة فوجدت أن بين الريسات الخاص بسلوت كارت شاشة غير متلحم بشكل جيد وقد وجدت أعطال لفلاكس أسفله يعني فقد تم محاولة تلحيمه من قبل مع أن اللوحة جديدة حسب كلام صاحبها وهذه ليست أول مرة تصلني لوحة بهذا الشكل فلدي لوحة أخرى يوجد بها ثلاث أماكن رامات لا تعمل بسبب أن السلوت الخاص بهم غير ملحم بطريقة جيدة وحقيقة لا أعرف ماذا أفعل لها لأنه لا يمكن الوصول إليها من الأسفل لتلحيم البينات المنفصلة وعلى كل حال بعد تلحيم البينات المنفصل جربت اللوحة بعد تنظيفها وظهرت الصورة فيها بدون مشاكل لهذا ستعد هذه اللوحة أنها صلحت وبالنسبة للكروز فأول واحدة سأتكلم عنها اليوم هي كارت الـ RTX 2060 SuperMain Gainward والمشكلة فيها هي شاشة سوداء ففتحتها تاليا وأول شيء يمكن رؤيته هو آثرت طلاء عليها لكن الحالة الخاصة بها تظهر جيدة ففحصتها تاليا فوجدت أن كل جهود موجودة مع هذا الجهد الخاص بالفيران فانتقلت تاليا إلى فحص جهود التغذية والتفعيل الخاصين بمتحكم جهد الفيران فوجدت القيمة الخاصة بهم جيدة وغيرت المتحكم الخاص بهم تاليا وبعد الانتهاء فحصت المقاومات الخاصة بالمتحكم فوجدت واحدة منهم تعطي قيمة غريبة وهي متصلة مع مقاومة من المفروض أن تعطي صفر 1 لكنها تعطي قيمة كبيرة جدا فغيرتها على كل حال وبعدها نضفت الكارت وجربتها فظهرت الصورة بشكل عادي فوضعتها تحت اختبار الضغط وظهر كل شيء جيد وثاني كارت لم أصلح لكن أردت أن أظهره بسبب الحالة الغريبة التي وجدتها به وهو كارت الجيتي هيكس 1060 ويظهر عليه أطار انتفاخ من الخلف وعند فتحه وجدت عليه إعوجاج كبير كذلك ولا أعرف ماذا حصل له فلا يوجد عليه أي أطار للتسخين أو ما شابه لكن من شبه المستحيل نجاح عمليات الريبال له لأنه غير مستقيم ولم يتلحم بشكل صحيح مهما فعلت له لهذا سيعتبر هذا الكارت أنه غير قابل للتصليح وهناك أيضا مثل هذه الكروت التي تصلني والتي تم العباد فيها مثل ما ترونه أمامكم حيث تم وضع سلك لهذه الكارت وحتى الثرمالباط حجمه كبير جدا يعني الشخص الذي عمل فيها ليس لديه حتى خبرة صغيرة في كروت الشاشة وكارت أخرى على ما يبدو عمل فيها نفس الشخص وقام بنزل كثير من القطع منها لسبب مو ومثل هذه الكروت لا أستقبلها إلا نادرا لأنها مضيعة للوقت وبالعودة للكروت في آخر كارت معنا اليوم هي الـ ATX 2018 بأنواي والمشكلة فيها هي ظهور خطوط بعد تثبيت الدرايبر وأما اختبال الفيرام فهو يعطي خطأ في الفيرام A1 ففتحت الكارت تاليا فوجدت أنه تم تغيير فيرام واحدة وهي نفسها التي تعطي أخطاء وأظن أن هذا العمل تم من الضمان الخاص بالشركة وبما أن الكارت تحتوي على مايكرون مصنوعة في 2018 فكان علي تغييرها كلها في واحدة مصنوعة في 2019 أو أعلى وبعد الانتهاء قمت باختبال الفيرام العادي والخاص بالضغط ومر كل شيء بدون مشاكل ووضعتها في الحاسوب لأختبرها أكثر ومر كل شيء بلا مشاكل وفي الأخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام